أكون متابعين الأكارم للقضية الفلسطينية والتحرك العربي في إنصاف هذه القضية يلتحق بي في البلاطو الدكتور محمد بنيطو أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر أهلا بك دكتور معنا أهلا وسهلا مساء الخير أستاذ مشاهدي قناة النهر أهلا بك وزير الخارجية حل بالمنامة تحذيرا للقمة العربية الثالثة والثلاثين بالبحرين لكن أسئلة تحوم حول دور جامعة الدول العربية خلال هذه القمة نصرة للقضية الفلسطينية اليوم وكأن أسئلة تتبادر على الأذهان حول دور جامعة الدول العربية فهل دورها غيبة أم غاب؟ هذا هو السؤال المطروح في الحقيقة كل التكتلات المعروفة على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي أو التكتلات الدولية أو الإقليمية دائما ما تكون فضاء للدفاع عن المنظوين تحت أي منظمة سواء دولية أو إقليمية طبعا تنشأ دائما من أجل إحراز أو من أجل تحقيق أهداف معينة كذلك الأمر فيما يتعلق بجامعة الدول العربية نشأت جامعة الدول العربية كنوع من اتحاد الدول العربية من أجل تحقيق أهداف معينة لأن فكرة نشأت الجامعة الدول العربية بدأت قبل احتلال فلسطين من قبل كين الصهيوني كانت على أنقاض أو كانت فكرة بدأت منذ تواجد المبراطورية العثمانية في الدول العربية أريد لهذا الفضاء أن يكون عربيا خالصا من أجل الدفاع عن حقوق أو أهداف الشعوب العربية في سواء السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية بالتالي لما نرى أن هذا الفضاء ومنذ نشأته عرف الكثير من الأحداث أو عرف الكثير من المد والجزر فيما يتعلق دائما بالقضايا العربية بما فيها القضية الأم القضية الفلسطينية كما ذكرت فيما يتعلق هل أن جامعة الدول العربية غيبت أو غابت عن أداء دورها المنوط بها للأسف الشديد هي تنطبق في هذه الحالة عليها الحالتين في الإثنين لأن الجامعة العربية كفضاء أو كاتحاد للدول العربية يبقى دائما يتأثر بالمحيط الإقليمي والدولي هذه المنطقة والمنطقة العربية دائما ما كانت منطقة نشاط سياسي نشاط أمني نشاط عسكري أو منطقة أصبحت حتى أنها معروفة بالنزاعات المتعددة والدائمة وبالتالي إذا كنا نقول الجامعة العربية فيما يتعلق بكل القضايا المطروحة التي كان يفترض على الجامعة العربية أن تلعب دورا أكثر فاعلية وتحقيق نتائج دائما فيما تعلق بطموحات المرجوة من هذا الفضاء لاحظ أنه كما نرجع قليلا إلى الغراء فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية نشأت النزاع أو القضية الفلسطينية واحتلال فلسطين من قبل كيانسوهيوني بدأ ولدت معه جامعة الدول العربية مع ذلك نلاحظ أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية حتى انضمام دولة السلطة الفلسطينية دولة فلسطين نحن نعتبرها دولة قائمة لم يتم إلا بعد مرور ثلاثين سنة حتى أصبح بإمكان أو أصبح حتى تمتع بعضوية كاملة في هذا الفضاء العربي يعني هذا يعطيه أكثر من دلالة ويعطي علامة استفام حتى أننا نشوف أنه بقى التمثيل الفلسطيني إلى هذا الحد إلى مدة ثلاثين سنة من تواجد أو منشأة منظمة الجامعة الدول العربية وبعد 27 سنة من احتلال فلسطين حتى نالت العضوية في سنة ستة وسبعين يعني هذا شيء كذلك يطرح ألمت استفهام حول دورها الحقيقي في القضية الأم وهي القضية الفلسطينية بالنسبة للصراعات سواء البينية ما بين دول العربية بحد ذاتها أو الاعتداد التي تتعرض لها المنطقة العربية والدول العربية سواء في العراق سواء في اليمن سواء في ليبيا يعني حتى القضايا المطروحة أو الشد السياسي المطروح على مستوى لبنان أو الأزمة الاقتصادية التي تعصف بوجود دولة لبنان كل هذه القضايا لما نحلل نشوف يعني دور الجامعة العربية لم يكن دائما لم يكن مقنعا يعني حتى لما نشوف هذا نطرح للنقاش على مستوى الشارع العربي أو على مستوى الشعوب نلاحظ أن الدور لم نرى يوما فاعلية أو نتائج حققتها جامعة الدول العربية إنما دائما القضايا العربية للأسف الشديد يتم حلها في فضاءات أخرى سواء على مستوى الأم المتحدة أو على مستوى الدول الفاعلة الكبرى على مستوى العالم سيما الولايات المتحدة الأمريكية طيب سأعود لك دكتور محمد بن يطو بعد فاصل الإشاري وتساؤلات حول هل أصبحت الاجتماع ووزير الخارجية يحل بالمنامة تحضيرا للقمة العربية الثالثة وثلاثين بالبحرين انتقادات لاذعة دكتور محمد بن يطو انتقادات لاذعة وجهت لجامعة الدول العربية لعدم تحركها لأبسط القضايا نتحدث على القضية الفلسطينية التي يمتد أمدها إلى تاريخ عسير في الماضي لكن حتى القضايا العربية العربية على سبيل الميثام لما تحدث لبنان لما عصفت بها الأزمة الاقتصادية ولا تحرك كان من طرف الجامعة الدول العربية فهل ننتظر من هذه الجامعة من هذا التكتل شيئا في القضايا العادلة لأنه اليوم اطفح الكيل وحتى أخواننا في فلسطين باتوا ينادون أين هي الجامعة العربية أخواننا في الصحراء الغربية ينادون أيضا أين هم أخواننا في الجامعة العربية بنود في عدة من القمم مرت خلال السنوات ووصلنا إلى القمة الثالثة وثلاثين بنود لم تطبق على أرض الواقع فما مغزى هذا التكتل إن كان لم يتم تطبيق أو لن يتم تطبيق هذه البنود على أرض الواقع بحضور القادة العرب وكبرى الدول العربية للأسف الشديد سيبيلال من نشوف النزاعة مثلا على الأقل النزاعة التي وقعت في المنطقة العربية بدءا منها بدءا كما قلنا من القاضية الفلسية وسنعود إليها قليلا بعد قليل ولكن لاحظ مثلا على الأقل للسنوات الماضية لما نشوف القضية النزاع العراقي الكويتي سودان أيضا السودان قسم قسم إلى دولتين بحضور وبمباركة عربية ولحسابات سياسية ضيقة ما بين دول العربية لاحظ أنه حتى النزاعات الخليجية الخليجية التي كانت واقعة ما بين قطر وسعودية والإمارات من جهة كذلك لم يجد لها هذا الفضاء أي حلول النزاع اليمني سواء قبل أو قبل توحيد اليمن أو بعد توحيده والآن نرى سيناريو تقسيم اليمن كذلك إلى دولتين يمن جنوبي ويمن شمالي بالعكس حتى الفضاء العربي أصبح يشكل حتى أداة لتقوية هذه الصراع أو تقوية طرف على حساب طرف آخر الأزمة السورية لم تتمكن الدول الدول العربية مجتمعاتا على إيجاد حل بل أكثر من هذا تم تغييب سوريا لمدة سنوات وهو الحل الذي فاقم من الأزمة السورية لما نشوف الأزمة الليبية للأسف شديد كذلك دائما ما كانت النزاعات العربية لا تجد لها أي أدان ساغية في المحيط العربي كذلك لاحظش القضية الأم والقضية الأهم بالنسبة للشعوب العربية هي القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية كما قلت للأسف الشديد لا يمكن لها تدول لأن حتى الدول الفائلة ضمن هذا الفضاء تربطها للأسف الشديد علاقات أو تربطها اتفاقيات مع الكيان الصهيوني هناك اتفاقية اتفاقية كامب ديفيد ما بين مصر والكيان الصهيوني ودي عربة ما بين الأردن وما بين الكيان الصهيوني ما بين حتى السلطة الفلسطينية للأسف الشديد لديها اليوم اتفاقيات مع الكيان الصهيوني وهناك تعاون حتى أمني للأسف الشديد هناك مصالح لكثير من الدول اليوم حتى لو لم تكن للأزمة أو للحرب الأخيرة في غزة لكانت سعودية من بين الدول التي انضمت إلى الدول المطبعة ولكن عطل هذا النزاع اليوم المطروح أو هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل هي التي عطلت انضمام كذلك السعودية إلى الدول التي تبرم انتفاقات مع الكيان الصهيوني ماذا تنتظر من دول تربطها علاقات تلتزم بها أمام دول ضامنة مثل بريطانيا ومثل الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي هذا الفضاء لم يعد يجد له مبررا سواء لبقائه أو لاجتماعاته الدورية نحن كما قلت في الدورة الثالثة والثلاثين لم نجد دائما هي نفسها البيانات هي نفسها البيانات الختامية هي نفسها التصريحات من قبل القادة لا يوجد هناك آليات تجعل من القرارات التي تتخذها القبم العربية قيدة أو حيزة التنفيذ وبالتالي نحن أمام مشكلة كبيرة هذا الفضاء أصبح يعطي متنفس أكثر للكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه للأسف الشديد في هذه النقطة بذات دكتور محمد بن يطو ألا يجد اليوم تغيير النفس أو تجديد النفس في الجامعة العربية لأنه اليوم لما نرى أن الأمين العام لجامعة العربية لم يتغير منذ سنوات عدة فاليوم ربما بات أكثر من ضرورة تجديد النفس بهذه الجامعة حتى تتحرك نصرة للقضايا العادلة أولا وإذن خدمة لمشاكل وانشغالات الدول العربية لأنه من غير الممكن أنه يبقى شخص على رأس منظمة مهيكلة وقادة عرب دون نسيان أن الدول العربية هي أول مصدرين للمواد المعدنية والمواد الأولية إلى العالم فكيف أصبح اليوم دول الغرب تتحكم في هذه الدول؟ هذا هو السؤال للأسف كذلك شديد الجزائر للتذكير هي أول من نادى بضرورة إصلاح الجامعة العربية الجزائر دافعت على هذا الإصلاح بدءا من دورية الأمانة العامة على جميع الدول لأن احتكار مصر لمنصب الأمين العام له كذلك من الآثار الكبيرة على سير هذه الجامعة لأنه بقاء دولة الحاضنة لهذا الفضاء تبقى تتمسك بمنصب الأمين العام كذلك هذا لا يخدم الدول العربية لأن دورية مصر نعرفه جيد كما قلت أن لديها على الأقل الاتفاقيات نحن لا نريد تغييب دور مصر مصر دولة كبرى في المنطقة العربية لها من الإمكانيات دولة محوارية لا يمكن كذلك أن نتغضى على مواقف الشعب المصري فيما يتعلق بالقضايا العربية لا يمكن تغييب هذا الدور ولكن للأسف شديد اليوم الدولة المصرية لما نتكلم عن الدولة المصرية تربطها علاقات واتفاقيات دولية هي ملزمة بها سواء مع الكيان الصهيوني أو مع حلفاء التقليدين والأساسيين للكيان الصهيوني وبالتالي مصر يصبح قرارها مصر لا يمكنها لعب هذا الدور الذي لا يماثل حجمها كدولة كبرى لأن هذه الدولة للأسف شديد الدولة المصرية وآني الكثير من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتي تعيش بكثير في الأحيان من مساعدات التي تأتي من أمريكا ومن كيان الصهيوني كذلك أو من الدول الحليفة للكيان الصهيوني في المنطقة مثل الإمارات وبالتالي أصبح قرارها ليس بيدها بالتالي ضرورة إصلاح المنظمة للجامعة العربية يبدأ حتما أولا من إعادة النظر في مكان تواجد مقر الجامعة العربية وكذلك حتى يكون بعيد عن تأثير لسياسة الدول الحليفة لأدول التي لا تريد مصالح أدول عربية دورية المنصب الأمين العام له كذلك تأثير دائما ما كان الأمين العام هو يعتبر نفسه ملحق بوزارة الخارجية المصرية وبالتالي هو يسير على نهج وسياسة التي تنتهجها النظام في مصر نحن نتكلم بكل حيادية ليس لدينا أي مواقف ولكن نحن نتكلم من أجل الصالح العام للشعوب العربية والدول العربية وبالتالي لا بد لنا إذا أردنا لهذا الكيان أن يعيش وأن يصل إلى طموحات وأهداف وما تتوق إليه الشعوب العربية لا بد له من إصلاح جذري كذلك الأمر فيما يتعلق حتى بالوسائل التي بإمكان الدول العربية تحقيق لأن الدول العربية للأسف الشديد لديها من الإمكانيات الهمة جدا من أجل فرض كلمتها فرض وجهات نظرها فرض حل النزاعات بشتى الطرق لديها من الإمكانية الأسكرية من الإمكانية الاقتصادية التي تمكنها من حل الكثير من المشاكل وكذا النزاعات ولكن للأسف الشديد قلنا أنه اليوم الدول الفاعلة أو الدول المهمة في هذا الفضاء قرارها ليس بيدها سواء سياسيا أو اقتصاديا لاحظ أن الاقتصادات الدول المؤثرة أو الدول الغنية في المنطقة العربية مرتبطة أساسا بالاقتصاد الأمريكي مرتبطة أساسا بالدولار يعني تعاملاتها يعني احتياطاتها في الصرف هذه كلها موجودة لدى الخزانة الأمريكية والبنوك الأمريكية إذن ماذا ننتظر من دول مصيرها ليس بيدها لن يكون لها أي تأثير في نزاعات أخرى هذه النقطة بالذات لا بد أن نتحدث على الضور الجزائري الجزائر لطالما طالبت بإصلاح ضوء أو إصلاح عميق فيها الجامعة العربية لكن خلينا نتحدث أن هذه القمة الثلاثين بالبحرين لديها متغيرات فلما نتحدث عن القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية ليست مثل بداية الحرف فاليوم هناك نزوح كبير إلى الجنوب إلى رفح ولما نتحدث على رفح فنتحدث على الحدود المصرية الفلسطينية فهل المعطيات تغيرت بتغير قرارات القادة العرب في هذه القمة الثالثة والثلاثين هل سيغيرون العرب من وجهات نظرهم وهل سيتغير تدخلاتهم أم الأمر محسوم مسبقا هناك في الدبلوماسيا أو في العلاقات الدولية ما هو فوق الطاولة وما هو ظاهر وما هو الخفي للأسف الشديد ما هو خفي في العلاقات الدولية وفي الدبلوماسيا هو أكثر بما يظهر للعلن لا يمكن معرفة النوايا أو البرامج السياسية لهذه الدول الدول ما هو ما تفسحه عنه ليس هو ما يكون في الحقيقة لما نتكلم على مصر اليوم أولا الدول العربية في هذه القمة حتى الدول التي تساند الكائن الصهيوني تحس بإحراش كبير إحراش كبير لما نشوف المظاهرات الموجودة اليوم في الجامعات البريطانية في الجامعات الفرنسية في الجامعات الدول الأمريكية حتى التي أحرجت الدول الحالفة لإسرائيل دول الغربية التي كانت تجاهر بتأييد هذا العدوان السافر على الإخوان الفلسطينيين حتى هذا الضغط الذي مرس على هذه الأنظمة الغربية كان له من بين الارتداد أنه أحرجها حتى الدول المؤيدة لإسرائيل أو للحالفة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بالتالي هذا قد نشهده قد نرى في هذه القمة تغيرا في نوعا ما في الخطاب أو شدة في البيان الرسمي حول البيان الختامي حول الأوضاع في فلسطين طبعا لأنه شيء مفروض دائما كما قلنا ولكن يبقى هل ستجد هل ستفعل هذه الدول ما لديها من إمكانيات وما لديها من وسائل من أجل إرغام الكيان الصهيوني على وقف هذه المجازة التي ترتكب في حق الشعوب الشعب الفلسطيني أم أننا سنكتفي ببيانات مثلها مثل البيانات السابقة التي تندد وتشجب للأسف الشديد هذا سوف نقف عليه فيما وشخصيا لا أنتظر الكثير من هذا أمر محسوم والأمر يدبر في غير هذا الفضاء الأمر يدبر لدى جهات أخرى هي التي تضع مخرجات هذه للأسف الشديد هذه مخرجات هذه القمام العربي هو قلتما الشيء الخفيف في ما يتعلق بالديبلوماسيا على مستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي نتمنى أن تكون هذه القمة الثالثة والثلاثون على الأقل أن تجد لها أو أن تحفظ وجه سواء القادة المشاركين سواء الأنظمة العربية أمام شعوبها أمام الضمير الإنساني من أجل وقف هذه المجازر المرتكبة في حق إخواننا في فلسطين شكرا جزيلا لك دكتور محمد بن يطو أستاذ القانون العلاقة الدولية كنت ضيفيا اليوم في هذا الملف جزيلا شكرا لك شكرا جزيلا لكم شكرا لسادة المشاهدين الأفضل شكرا دل المتابعين الأكارم متواصلنا معكم بعد هذا